اشتركوا في القناة شهداء والجرحة لكن نستطيع ان نجزم انهم بالعشرات هناك اكثر من خمسة شهداء في كفرنبل وحدها وعشرات الجرحة هناك شهداء في بلدتي حاس وكفررومة هناك شهداء في معرة النعمة الطيران الحربي الان ما زال يحلق في الاجواء لا ادري ان كانت الكاميرا تستطيع التقاط الطيران الحربي لا يكفى ابدا عن التحليق ربما يحاول ان يعود ايام هذا هو اول ايام التي كانت هي صح بعد عدة ايام غيوم ومطر يحاول الان الطيران الحربية يستكلب بالتعويض العمليات فتح الشوارع ما تزال مستمرة حتى هذه لحظة من قبل عناصر الدفاع المدني خلفي تماما حافلة كانت تنقل بعض المواطنين السوريين تم استهدافها ايضا بغارة جوية مما ادى لاستشهاد وجرح من كانوا بداخلها وتهدم او تعطل الحافلة بشكل كامل نتيجة القصف اذا الدمار في كل مكان لا يميز بين منزل مدني وحافلة تسير في الشوارع بين فرن وبنك دم الطيران ما زال يحلق حتى هذه اللحظة وينفذ عدة غارات جوية قام الطيران المجرم بقصف وسط المدينة بالغارة الاولى وفي وقت فريق الدفاع المدينة بيشتغل في الغارة الاولى قام بقصف منطقة تانية من وسط الدعم قسم الشمالي كمان محل خضرة ادى لسقوط عدد كبير من الجرح والشهداء وفريق الدفاع المدينة والاسعافية تنقل الشهداء والجرح على المشافي تم استهداف مشفى اوريان بصواريخ فراغية ايضا ما فيه احصائية اولية لعدد الشهداء والجرحة؟ احصائية وليه ما فيه فيه شهداء شلنا شهداء وجار حكير تعبت المشافي والجوامع لا تكن العافية يا رب